ناس كتيرة بتنصح بحاجات جديدة للشعر اسمها كافيار هل الحاجات دي كويسة؟ لازم السؤال ده يعني ماينفعش؟ والله يا جماعة ما فيه يوم واحد بيعدي علي غير لازم يجيلي اسئلة عن الكيراتين والكافيار والبروتين والاسماء اللي هو من هل السنة الجاي اسماء كافيار ما فيه كله زي بعض كله طالما فيه فورمالين طالما بيفرد أو بيغير طبيعة الشعراء يبقى فيه ضرر ممكن ده يبقى أخف من ده وده أخف من ده وده أخف من ده ممكن ده يوقع لك شعرك لكن هي تستخدم نفس الحاجة ما يوقع لها الشعر ليه لانت شعرك أضعف منه انت يوقع بعد مرتين معملتي هي يوقع بعد خمس مرات كله فيه ضررر يا جماعة عايزة تعمليه أعمليه بس زي ما دايما بقول أعرفي ان ده مش تريتمنت ده حاجة تجميلية للشعر كتير بيقولوا آخر خطوة بعد غسيل الشعر اني أعمله بما يسعى آه ده فعلا حاجة كويسة جدا للشعر وبيقف المسام بتاع الشعر يعني لأ حاجة كويسة قوي قوي أنا دايما الشعري بيطلع فيه أبيض بحتاج أسبق شعري كل شهرين عايزة حل مفيش حل والحمد لله ان الشعرك بيطول مفيش حل أوكي يعني الشعرك بيطول وكل شعرين ده حاجة كويسة قوي الناس بعد شهر فده حاجة كويسة جدا وبصوا يا جماعة دايما دايما عشان مهما كانت نوع السبغة كويسة أي سبغة فيها ضرر على الشعر فالأفضل ان مش كل مرة تصبغي شعرك يعني أنا ذات نفسي بعمل إيه؟ الجدور بتطلع فبقوم حط على الجدور اللي باينه بس يعني لو من هنا باين حبا من هنا باين بس لكن ما بعملش كل شعر ومرة كل ممكن خمس تشهر مثلا أو ست تشهر مثلا أقوم سبغة شعري كل عشان مهلكس شعري لأن أنا شعري بتاري يطلع فيه أبيض فمعنى كده خلاص دخلت في دوامة اننا لازم أصبغ شعري على طول عشان بس اللي شعرك ما يتهلكش